صباح و أهلا و سهلا على الكنال. اليوم قد نتحدث عن التليفون جديد من شركة جوجل، هذا البيكسل 6A. هذا التليفون يسميه الفلاكشيب كيلر، بالنسبة لي يسميه بريميوم بوجت، لماذا؟ سعره تقريباً ٤٥٠ دولار سوف نشتريه الآن من شركة جوجل. ولكن الشغل فيه أن هذا الحاسوب الموجود فيه نفس الحاسوب الفلاكشيب تليفوناتهم، البيكسل 6 والسيكس برو موجود في قلبه لهذا التليفون. التنسر بروسسور الذي لا نرى إلا في هذه التليفونات هناك، صار موجود بـ ٤٥٠ دولار، وهذه الشغلة لا يوجد أي شركة تليفون الثاني بالاندرويد الذي يعملها. دائماً عندما يعطونا البيكسل، يعطونا البيكسل بروسسور، هون يعطونا البيكسل 6A، شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك، دعونا نتحدث عن خبرتي بعد استعمل المدى الجماعة. اشتركوا لايك، اشتركوا على الكنال حتى دائماً تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. بعد استعملوا هذا التليفون طريباً جمعة، صراحة كل استعملوا كل الشغلات الموجودة فيه على التليفون موجود مزبوط. ما يجبني فيه كثيراً له التليفون هو أنه لا تشعروا أنه مزكين تليفون حق 450 دولار، سرعة السيستام، سرعة دطوير الكاميرا، سرعة الحاسوب، سرعة كل الشغلات الموجودة فيه، نفتح تطبيق، نسكر تطبيق، نقلب من جوجل فيد للهوم سكين، كل هذه الشغلات مازي مزبوطة، ما عندي ستطور ولا عندي إيئة إشكال، لكن أعرف أنه بالمستقبل بالتجديدات الجديدة التي تأتي من شركة جوجل سيتجدد و سيصير فيه إمكانيات جديدة وأكتر حلوة أيضاً فيه، خاص فقط عندما يأتينا إلى التجديد من الـ August Security Patch Update، إن شاء الله الجماعة يأتي، هذا التليفون سيكون أحسن بكثير، بالنسبة لي، الخبرة الموجودة لدينا هنا، هذا التليفون سيعطينا أحسن تليفون لإستعماله لخبرة استعمال الإمكانيات شركة جوجل، سأتحدث عن أنه عندما نستعمل التليفون الذي نفعل كتابة، سنستعمل صوتنا، الكتابة تمشي بسرعة لأنه تشتغل على التليفون، لا نتبعد على الإنترنت لتنزل ولا تمشي مزبوط، الشغل الثاني، عندما نفتح كاميرا ونأخذ صور الـ Processing، عندما نأخذ الصورة ونأخذها، تشاهدوا الـ Library لدينا الصور، تشاهدوا أن تعمل الـ Processing، حتى الآن الـ Processing أسرع من ما رأيناها من قبل، الحاسوب أقوى، نتحدث أننا لدينا الحاسوب بالـ Flagship بالتليفون بجت، لذلك نسميه التليفون بجت، بل ما أقوله بجت، الشغل الثاني، الشاشة الموجودة لدينا هنا، 6.1 إنش، 60 fps 1080p، الحاسوب تنسر، لدينا 6 GB RAM LPDDR5 و 5، البطارية هنا منيحة، نستطيع أن نشارجها بـ 18V، لدينا كثيراً سريعة، ولكن تستطيع أن تضيفها تقريباً نهاراً، بالإمكانيات الموجودة لدينا الآن، الآن أعرف أنني بالمستقبل ستتجدد أكثر، ولكن تتذكروا، الخبرة التي نستعملها هنا ونرى هنا، ليس خبرة الـ Processor mid-range اللي نرى من ذلك، لكن الـ 7 series اللي رأيناها من شركة كواكم السن الماضي، في الـ 4A، في الـ 5A، هؤلاء الحاسوب معمول للـ Budget، البطارية ستكون أحسن بكثير، ولكن هذا الشغل ممنيحة عليه للتليفون، لديكم تعرفوا، لديكم، تأخذوا القو ولكن تأتي بالسعر مضبوط، والحاسوب المزاكرة الموجودة هنا أيضاً، 128 جيجا بايتس، ليس 64 جيجا بايتس، مثل ما رأينا بالتليفونات الآيفون الأسي اللي نزلتهم من شركة أبل، هذا اللي عجبني كثير من شركة جوجل، أخذوا، بأعرف الإنجليز بنسميها، أخذوا صفحة من كتابهم لكتشركة أبل، وبدأوا ينسخوها، أنا عجبني أنه نسخوها، ولكن تضبطوها قليلاً، لم أعطونا للـ System مع الزاكرة الواطية على آخر، بيعطوكم كاميرا تست يقدروا تعملوا فيديو 4K 60 فريمز بايتس، ولكن يعطيكم 64 جيجا بايتس، لأنه يفكروا ما أحداً يستعملها، صراحة 128 هذا هو النظام المضبوط، والذي يجب أن نبدأ من الآن ورايح، كل التليفونات اللي بتعطينا إمكانيات نشوت 4K ونعمل كل هذه الشغلات المنيحة، أعطونا الزاكرة اللي نقدر نحط غراضنا عليها للتليفون، لأنه منه منيح إنكم تحطونا بمحل صغير، وبعدين من ننجبر نعمل الـ Online Storage والفوتوز وكل هذه الشغلات، كل هذه الشغلة تمشي مض مضبوط، وبتمشي مليح، المعاملات اللي بتقدر تعملوا عليها للتليفون، من الكتابة، من الـ Search وكل هذا، هتمشي مضبوط، الـ Voice Recording هتنشي مضبوط كثير كثير منيح، ومعجب فيها أنه بتمشي بكثير منيحة، الآن الإشكال، أنه ليس كل الشغلات اللي نحن بيحكيها الآن أنا بتشتغل باللغة العربية دائماً فيه مننا بتشتغل أحسن باللغة الإنجليزية، هالتليفون نزل بدوة أمريكينية أول شيء وأوروبا، لكن القليل اللي نستعملها أنا بيستعمل على جوجل كيبورد، الجي بورد، عندما يكتب عليك الكيبورد، خاصةً إذا كنت أكتب لحداً كتابة بالعربية، عندما أعمل Voice Attacks، مضبوط بتمشي، مضبوط بتمشي كثير حلو عليه، هذا معجب فيه كثير منيحة، معنيات اللي نشوف عليه له هذا التليفون عندما نتحدث عن المعاملات الجديدة، التطبيقات الجديدة، خاصة الماجيك إيريسر، ومنقدر نعمل الكاموفلاج الجديد الذي يأتي بالقلبة للتطبيق تبعية جوجل فوروز موجود عليه له هذا التليفون، وفيكن تستعمل نفس الشغلات التي تأتي على البيكسل 6 و 6 برو على هذا التليفون بنفس الوقت، عندما ينزل، هذا هو أول تليفون من التليفونات التي تأتي لأيض الاندروض 13، غير من شركة جوجل، ويمكنكم أيضاً تعملوا بيطاً جوجل بيطاً عليه عندما يعملوا الريليس، الالفا والبتا كل هذه الشغلات، هذا التليفون تأتي هنا ويمشي مضبوط عليهم كثير منيح، التنسور كحاسوب كثير منيح، والإمكانيات التي نرى هنا، نفس الإمكانيات التي رأيناها على التليفونات الجوجل التي كانت لديها لكوالكم، ونفس السعر، لكن تأتي لنا أحسن وأقوى لنرى من التليفون الثاني بالسوق، والحاسوب يظلون أحسن كثيراً، لكي نرى قوة لها الحاسوب، أريد أن نفكركم أن الحاسوب لا يمكننا أن نفكر فيه فقط أنه اسم وموجود، لكن لا يمكننا أن تأتي لنا الخبرة فيه، عملت عدة فحوصات، لكن الشغل الوحيد الذي أعجبتنا كثيراً فيه، خاصة عندما تأخذوا فيديو، عندما يكون هناك فيديو ونعمل كل هذه الشغلات مع العيلة، يأتي لوقت أن نستعمل لنا شغلة موجودة في قلب الجوجل فوتو، اسمها Stabilization هذه تأخذ الفيديو لكم، وتحول الضبط الفيديو مضبوط لتعطيكم أحسن الفيديو مضبوط، هذه هي Stabilization، قمت فيديو بثلاثة ثلاثة 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 ثانية تقريباً، عملته بالـ 4K 60 frames per second على الـ Pixel 6A الموجود عندي هنا، وحولت الفيديو على التليفون بـ S22 Ultra، هذه هي 8 Gen 1 من شركة Qualcomm، أضعتهم ودورتهم وثلاثة ثلاثة 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 ثلاث كي أهل كتاب إلى ترى ان تنسر ليم ربح بكثير، فلن تبقى عن دقائى، سيصبح تقريباً 10 ثلاثة 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 ثلاثة، ولكن تبقى سوادث سامسون عندما تفتحوها وتاخدوها من العلبة ستبقى يسموها معناته السرعة التي عيتهم يجب أن تكبسوا الزر عليه لـ Processing Mode حتى تعطيكم السيستام قوته 100% والتليفون بيحمى شوي البطارية بتنسحب أكثر لكن عندما نستعمله كما تفتحوا وتستعملوا وعملت المقارنة بينهم ومظبوط أنه بدي لكم مظبوط أنه بـ 450 دولار المقارنة المقارنة التي عيته مقارنة بتليفون ألف وشوي لما تجيبوه brand new لا يوجد أي أشكال هذا التليفون يعطيكم مميزات كثير منيحة بالسعر كثير صغير بالنسبة لما تدفعه إذا كنت تجيبوا تليفونات كما نرى S22 Ultra أو Pixel 6 6 Pro ألعاب عليه للتليفون لا يوجد أي أشكال وهذه الشغلة كثير منيحة لعبة PUBG, Call of Duty Mobile, Asphalt 9 لا يوجد أي أشكال الحاسوب كثير منيحة لدينا زكرة مظبوط لدينا أيضا 6 GB RAM PTDR5 لا يوجد أي أشكال كل شيء سيقوم مظبوط ولكن يجب أن نعرف أن الإمكانية ستوقف على تقريبا 60 fps لا يمكننا أن نقوم بعمل 90 أو 120 سوف أتحدثكم عن هذا الموضوع لأن هناك الكثير من فيديوهات تتحدث عن هذا لأن هذا التليفون لا يستطيع أن تجيبوه لأنه 60 fps هذا كثير مهم أن نفكر فيه مظبوط ما هي الإمكانيات التي نرى هل أن تجيبوا الحاسوب المظبوط الذي يمكن أن يعطيكم خبرة 6 و 6 Pro بالسعر 440؟ هل أن تجيبوا الحاسوب يكون قوة أقل كثير من ما نرى هنا ولكن يعطينا الـ High Refresh Rate لذلك تعملوا المقارنة وإذا كانت تليفون لديه 90 fps أو 120 وهذا أشكال بالنسبة لكم على Pixel 6a هذا التليفون لا يوجد لكم هذا التليفون ليس معمول لنا ويجب أن تجيبوا تليفون يمشي مظبوط ويعطيكم الخبرة التي تريدونها إذا كانت تريدوا 120 طول الوقت لذلك أي شخص يدق عليه لهذا التليفون يقول أنه 450 fps لم يظبوط يجب أن يتطلع على الإمكانيات التي نرى لها هذا التليفون وماذا يعطوننا 450 بدل من أن نرى 300 أو 400 دولار هناك خبرة أخرى وإمكانيات أخرى هنا نتحدث عن خبرة فلاكشب بالسعر 450 هذا يوجد فرق كبير عن ما نرى في الموضوع بالسوق لذلك بالنسبة لديه كشاشة مظبوطة AMOLED 6.1 كبيرة Stereo speakers أمنيتي أنه يضل لدينا الهاتفون جاك موجود لها التليفون ولكن يعملوا مظبوط بالـ True Wireless الآن أعطينا أن أعطيه نزام أخر ولكن الأهم شيء يجب أن نفكر فيه مظبوط أنه كتليفون سيعطيكم أحسن خبريات جوجل موجودة بهالسعر المظبوط ويعطيكم قوة الحاسوب الموجودة في هذا التليفون الأكبر هذا كثير مهم لها التليفون عندما نصل إلى الكاميريات الموجودة لها التليفون أول شيء أريد أن نفكر فيه مظبوط كم سنة صارت لشركة جوجل تستعمل كاميريتها 12 ميجا بيكسل على التليفوناتها على البيكسل 5 على البيكسل 4A 5G على البيكسل 4A 5A يعني هالسعر الموجودين على التليفون جوجل صارت الملكة عليهم لأنه مستعمل لهم من سنة وعندهم البوست بروسسين بتعمل الفيديوهات والصور بجنن وكتير ومثل ما عم نشوفهم نفس الشيء موجودة هون لكن المعاملات اللي تمشي عليه التليفون تمشي أسرع بسبب الحاسوب هذا شغلة كتير مليحة فرق بين السبعمية وخمسة وستين على الكوالكوم من السن الماضية للتنسر أقوط الحاسوب أكتر وبتسحب شوية بطارية أكتر هذه الشغلة كمنا نتحدث فيها البطارية مانا أكبر بطارية موجودة بالسوق بس بتضلها تقدر تضايينكم على القليلة هلأ لمدة النهار إذا بتشارجوه بالصبح وعمتاخدوه اللي تستعملوا التليفون بتاخدوه فيديوهات وصور تلعبوا شوية مفروض يقضيكم لآخر النهار ما عمنا أي أشكال ومنتي أنا أنه التجديدات اللي بتجي من شركة جوجل بتضبطنا السيستان ومنقدر تعطينا بطارية أطول شوية ما بعتقدت ستوصل لإمكانيات الموجودة من السنة الماضية بالفايف اي واللي قبل بس بعتقدت ستمشي من الضبوت وبتقدر تعطيكم عليه خبرة النهار مفروض يقدر خلينا نستعمل التليفون لطول النهار لما يكون شراجناه مئة بالمئة بالصباح نتحدث عن الشغلات اللي قلقتني بس مضبوط مضبوط صراحة بيني وبينكن هذا معقول يتزبطوا بالتجديدات اللي يحتاج عليه للتليفون هلأ ما عم بحكيكم أنا عن كيف التليفون عم بشتغل بإيدي اليوم بـ 28 شهر وبعد ما إجينا التجديد المضبوط التليفون عم بيقلنا نحن لازم نعمل تجديد بس بعتقد لأن التليفون بعضه نازل اليوم ما هيجينا التجديد اليوم الثلاثة جديد أول ثلاثة بكل شهر عندما تنزل السيكيريتي باتش أبديتهم وساعتها يمشي التليفون مضبوط الخبرة بعد استعماله الآن مدى الجمعة مع السيستامي موجود عندي هنا لا يستطيع سجيل أكثر من 21 دقيقة 4K 60 فريمس في ساكن التليفون يحمى وتطفل الكاميرا ولكن ليس تطفل الكاميرا وتوقف التسجيل ولكن التليفون يضل ماشي لا نعمل كراش هذه الشغلة يجب أن نفكر فيها كتليفون بـ 450 دولار بالسعر المضبوط هل نحن مستنظرين نستعمل تليفون هذا لنسجل ساعات يعني 4K 60 فريمس في ساكن أم نريد أن نستعمله لنأخذ فيديوهات للعائلة نظهر نعمل شغلات هذه الشغلات كل هذه الشغلات التي قمت بأنا لا يوجد أي أشكال أخذت معي على الماجيك موتن أخذت معي على المالتي أخذت معي كمان على زميلي أنا وزميلي على السيارات كل هذه الشغلات ليست مضبوطة لا يوجد أي أشكال عندما نسجل عندما نسجل أريد طويلة إلى الآن لا تعطينا أكثر من 20 دقيقة ولكن زميلي أستطيع أن أفعلها فوق الساعة لذلك هناك إمكانيات تستعمل وإن شاء الله نرى هذه الشغلة مضبوطة إذا هذه الشغلة مهمة لكم تكون تفكروا فيها مضبوط وأنا بالنسبة لقلي بسحبة 21 دقيقة 4K 60 فريمس فيديو إذا لم أسجل فيديو لشغلة ثانية لا أعرف لماذا نستعمل تليفون لهذا الشغلة المفروض أن تأتي الكاميرا الكاميرا الأصلية لتسجل شغلة بهذه القوة إلى مدة طويلة كثيرا لذلك يجب أن تتحدث عنها قليلة 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 من ما رأيتها في السنة الماضية في البيكسل 5A 27 دقيقة ولكن أيضا فوق العشرين دقيقة نفس السحبة كثير مهمة الشغلة الثانية التي رأناها أيضا هناك أشخاص يتحدثون عن فنجر برنت سنسور على الشاشة هناك أشخاص يستطيع أن تصبح تليفوناتهم لأنهم يستسجلون فقط إذا سجلون فقط لأصبع الوحيد الثم وليس سجلون الشمال لأنهم يعملون اليمين ولكن لا يعملون الشمال يستطيعون أن يعملون الشاشة مع البسمة التي عيدتنا على إيدنا الشمال جوجل جوابتنا قلت لنا يحاولون أن يزبطوا الوحيد وكما أقول لكم أيضا ما يشين نحن على أبروز السكيرتي لذلك ستتجدد ولكن هناك أشياء الثانية التي نتحدث فيها مضبوط أن هناك الكثير من أن البسمة التي عيدتهم على إيدهم ويمين وإيدهم الشمال قريبة كثيرا من بعضنا نتحدث عن نفس الشخص ومتحدث عن أصبع عين ستكون البسمة قريبة كثيرا لذلك يجب أن يتزبط ويعمل الآجورة كالتليفون لا لدينا أي أشكل الشاشة مليحة شاشة مليحة بطارية حلوة إمكانيات قوية وستجدد وستزبط أكثر هذا الفيديو من المراجعة أعطيكم خبرتي بعد استعمالها ألعاب كاميريات كل الأشياء التي كنت مبسوط منها على البيكسل سكس برو أعطيها على البيكسل سكس اي بشكل رحيب كما قلتكم 450 في أمريكا معقول يمكن أن يزياد في أوروبا أو شيئا ولكن الأهم شيء ما نرى هنا أن الإمكانيات التي تأتي من شركة جوجل تأتي بأسعار أوضع ولكن الإمكانيات تظلها قوية يلا أراكم إن شاء الله في الفيديو يأتي شكرا جزيلا على كل الناس للمشتراك مع السلامة